مواجهات وقنص واختطافات إنه ملخص المشهد المأساوي الذي ترزح تحته مدينة تعز حاليا ويفتح أبواب المدينة والمحافظة على احتمالات بالغة الخطورة يرتكز القدر الكبير من العنف والفوضى الذين عصفان بمدينة تعز في هذه الأثناء على الدور التخريبي الذي تؤديه كتائب أبو العباس المصنفة على لائحة الإرهاب مصادر صحفية قريبة من قائدة التحالف العربي لفتت إلى خطورة الدور الذي تقوم به كتائب أبو العباس فقد وصفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية ما يجري في تعز بأنه يأتي في سياق تعزيز الشرعية لمعركتها ضد الحوثي ومنتسبي القاعدة وداعش السلطة المحلية حظيت بدعم كبير من قبل تحالف القوى السياسية المساندة للشرعية التي أكدت في بيان لها إسنادها الكامل للقرارات والجهود التي يبدلها محافظة المحافظة واللجنة الأمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وبص نفوذها على جميع المواقع المحررة بما يسهم في تحقيق المصلحة العليا لتعز أهلها وإخلاء جميع مؤسسات الدولة وعودة العمل فيها واستكمال دمج فصائر القوات المسلحة وإلغاء جميع المسميات خارج مسمى الجيش الوطني والمؤسسة الأمنية الرسمية إلا أن المتحدث باسم الجيش الوطني عبدالبسط البحر أكد أن العناصر الخارجة عن النظام والقانون في إشارة إلى كتائب أبيل عباس رفضت الحلول المقترحة من اللجنة الأمنية واستمرت بإطلاق النار بكثافة على القوات الحكومية واستهدفت بالأسلحة الثقيلة والقنصات والمدرعات المقرات الحكومية التي تم استعادتها شرق المدينة وفيما يعتبره المراقبون استعادة لأحد أسوأ الممارسات التي كانت تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بمدينة تعز شاهدت المدينة خلال الساعات الماضية قيام مجموعات مسلحة تابعة لأبيل عباس باختطاف جنديين ومواطنين أحدهما هو المعتقل السابق لدى ميليشيا الحوثي عبدالجبار المنيفي والقياد في مقاومة صبر الموادم ونائب مدرعام الواجبات عبدالعليم الرامسي إنها إذن معركة اختبار للنواية بشأن رسوق نفوذ الدولة والقانون في تعز قبل أن تكون معركة حسما على الأرض لأن الأمر بنظر المراقبين لا يحتمل الرهان على المجهول في محافظة تتعرض للخذلان من كل الأطراف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر